السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومفروض درناية دلاتي في الموقع. وبفتح الموبايل. بشغل برنامج بلانجرد. برنامج مفتاز جدا. تقدر تشوف اي لوحة بتعملها اوب ديت يعني اي حد بعمل حاجة في الاوفيس بيرفع الملفات. انا اقدر شوفها. افتح الملف ده مسلا ناوت. بشوفه الراجل كاتب ايه. لو طلع بيش متصل بيه اتخانق معاه. كل مرة كل علامة بيجيب لي الاعلامة دي. ايه التفاصيل بتاعتها? انا مسلا ندوس هنا ايقول لي من اللي كاتبها وتعملت امتى? الهوستري بتاعتها. اقدر اعمل انا كمان برضو تلاودش معنا انا. واقدر اكتب الكلام اللي انا عايزه اشاور على المشكلة. ايه تكيزت لو ايه لوحة انت عايزها. اه اللوحة ديناميك يعني لو فيه سكشن تقدر دوس على السكشن وتدخل على اللوحة اللي هو اعملها. تقدر تعمل بفلايات اللي بحس تشوف مسلا تقول لي انا عايز الحاجات اللي فهم مشاكل انا عايز اللوحة الجديدة. تقدر تشوف اخر التعدلات حصلت في نفس اليوم اللي انت شغال فيه. تقدر تشوف اه كل الملفات اللي موجودة. تقدر تشوف الار اف اي. لو فيه ار اف اي ممكن تقول لنا عايز انا عمل لنا ايه ار اف اي جديدة. اه اه دي اه اه اوبن لسه مشكلة متحلتش هتروح لمين. مثلا باحث مع عمر سليم هو ده السبب المصاب كلها. الاسئلة بقى هقول له هواي. 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 هواي في الانت عاجكشين. الاجابة الريفرنس عايز تحط صور عايز لوك ار اف اي يعني تفل ار اف اي بحيس ما حدش يقدر تقدر تخش هنا تقول له انا عايز التكومنتيشن السناب شوت تقدر تحط اي سناب شوت موجودة يعني اي صور تخدت موجودة هنا تقدر تدخل في الصور يقول لي خلي بالك ما تعملوش اوب ديت فأقول له اعمل لي اوب ديت بعيس اخر اللوح تعملت في الموقع او في الاوفيس تجيل على طول اقول له اشوف لي الهيستوري طب شوف لي من اللي شغال معا في الفريق دوت مثلا اي حد يعمل مشاكل اراح تخلي معاه الملفات بتاعتي تمام اقدر اشوف مثلا التقرير بتاعت السيفتي كل يوم اشوف من اللي الشغل ومن اللي مشتغلش و ايه اللي حصل ومن اللي مات يعني هو برنامج زريف في تنظيم الملفات بتزود التواصل بين الناس اللي شغالة في المكتب فاتمنى الناس تجربوا وفي بداية اللي هنبدأ نشوفها مع بعض ان شاء الله اشتركوا في القناة